وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بأن التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة ينصرف على النواب الحاضرين أثناء التصويت المحكمة قالت عند نظرها طلب التفسير المقدم من قبل مجلس الأمة أن كلمة الحاضرين تنصرف على كل من كان متواجدا من النواب داخل القاعة أثناء التصويت على منصبي الرئيس ونائب رئيس مجلس الأمة وكان مجلس الأمة قدم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 92 و 97 من الدستور عقب انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الأمة